تبول الحرب ضد المهاجرين يدقها القوميون الروس المتطرفون في مسيرة روسيا المسيرة التي تتزامن مع العيد الوطني الروسي المسمى بيوم الوحدة شكلت مناسبة للقوى اليمينية المتطرفة للمطالبة بالحد من تدفق المهاجرين من جمهوريات القوقاز وآسيا الوسطى إلى روسيا حيث يخشى هؤلاء القوميون من فقدان البلاد لطابعها الروسي ذي العرق السلافي الأبيض هنا في موسكو بنية قرى للمسلمين وللقادمين من أسيا الوسطى هناك مساجد وضوضاء وأصوات مزعجة هذه مدينة روسية بنها الروس خلال ألاف الأعوام لذا يجب أن تعود البلاد لمن أسسها بعض المتظاهرين ارتدوا أزياء وطنية تقليدية بينما رفع بعضهم الآخر علم الامبراطورية الروسية وطالبوا بإقرار نظام شيرة الدخول على المهاجرين من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق حيث يتهمونهم بمنافستهم في سوق العمل وبإثارة أحداث العنف المسيرة جرت في إطار أجواء من التوتر بعد أسابيع قليلة على اندلاع أعمال عنف أثارها مقتل شاب الروسي على يد مهاجر آذري في أحد أحياء موسكو ما دفع الشرطة لاعتقال مئات المهاجرين على خلفية ذلك الشرطة أيضا اعتقلت في هذه المسيرة عشرات من المشاركين فيها لهتافهم بشعارات تروج للنازية بينما انتهت المسيرة بحفلة موسيقية لإحدى فرق الروك الروسية التي تروج لتفوق العرق الأبيض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة